نظام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار أعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024 وذلك تنفيذا لتكلفات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بحضور ما يزيد عن عشرين خبيرا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي في مصر والمزارعين ومنتج ثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية خلال الجلسة تم التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الزراعات التعاقدية في ظل نجاحها بزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة تفتت الحيازات الزراعية